الحديث الأربعون عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي وهو حديث صحيح يتعوذ من الجان يعني من شره من الجنة والناس وعين الإنسان العين هذه لضررها فكأن يقول مثلا أعوذ بالله من الجان والحسد والعين مثلا لما نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أغنتا عن كل شيء فأخذ بهما وترك ما سواهما في الرقية في دفع البلاء أو رفع البلاء وهذا من جوامع الاستعاذة المعوذتان وفيه بيان الفضل العظيم لهتين السورتين حتى قال عليه الصلاة والسلام لرجل قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء روى داود الترمذي وعديث حسن من كل شر تغنيك عما عداها المعوذتان لم يتعوذ متعوذ بمثلهما قط قال عليه الصلاة والسلام لعقم عامر ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم وفي رواية لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه النساء وحديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم لأبي عابس الجهني يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين رواه النساء وحديث صحيح إذن المعوذتان لا يستغني عنهما أحد ولهما تأثير خاص في الرفع والدفع دفع العين دفع السحر دفع سائر الشرور الأمراض الشياطين الجن الصرع تضمنت المعوذتان الفلق والناس الاستعاذة من الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل في هذه الاستعاذة ترجمة نانسي قنقر